اهلا احبائنا مشاهدينا برحب فيكم مرة تانية عنواننا الصليب هو الحل او الحل الالهي في الصليب يصرنا نستضيف لنور لجميع الامم مش ضيفة هي صاحبة بيت الاخت رشا نور هي خادمة للانجيل وهي مؤلفة عدة كتب والله بيستخدمها بقوة ولسيما هذا الموضوع قريب وعزيز على قلبها من خلفية اسلامية امنت بالمسيح وعند بعض الاسئلة في هذا الموضوع اللي رح اوجهه للاخت رشا اهلا وسهلا اخت رشا برحب فيك باسم الرب يسوع اهلا بك اخ نزار اهلا بكل المجهدين ربنا يباركك ربنا يباركك مثل ما ذكرت انت من خلفية اسلامية وبلاحظ من خلال حديثنا وردود الفعل على صفحات الفيسبوك دائما في ردود في ناس الله بيتعامل معها وبعلن ذاته لها وفعلا تيجي ليسوع المسيح لكن في مجموعة اخرى اللي بتاخد الموضوع بشكل سلبي فتقوم بالهجوم الاسبوعين اللي مضوا انا اتكلمت عن بانوراما عن نظرة تصورية لاحداث الصلب والقيامة بس اليوم انا عاوز يعني تعطينا نظرة تصورية شخصية من خلال ايمانك ومن خلال علاقتك مع يسوع المسيح من خلال موضوع الصليب لما بتسمعي اول جملة الصليب هو الحل اللي بتدور او ردة الفعل اللي بتكون فيك قبل الايمان وبعد الايمان قبل الايمان الصليب واقع كلمة صليب هو غير مفهوم بالنسبة للمسلم يعني بيعتبروا نجاسة بيعتبروا استهزاء بربنا عنده نظرة سلبية ضد الصليب ليه لان هو مش فاهم يعني ايه صليب لكن اما انا بعد ما قبلت المسيح يعني فهمت معنا الصليب اكتر عمقا يعني الصليب بدلية الصليب بداية جديدة الصليب تغيير الصليب دفع الدين والأجرة الصليب بيحميني ان انا اقف قدام الله الدين العادل وقدامي ميزان حسنات وسيئات الصليب بيخليني انسانة جديدة مختلفة فالصليب هي نقطة التحول الصليب مش كلمة مش المسيح اقول لي قاع على الصليب فهو ده المشهد اللي الناس شايفاه مشهد الضعف انا عايز اقول ده اقوى مشهد انا شفته في حياتي اعظم مشهد في منتهى القوة هو منظر الصليب لان المسيح بكل بساطة كان ممكن ينزل من على الصليب لكن هو اختار ان هو يفضل على الصليب علشان يكون بديل لي انا وبديل لكل انسان يقبله يعني اللي فهم كلامك انه لو حطيت كل موضوع الصليب في قالب واحد بالنسبة لك انت شخصية هو البدلية وهو تغير الحياة بالكامل بالضبط لان الكتاب مقدس بيقول مع المسيح صليبت لأحيان لا انا بل المسيح يحيى فيا موسيقى